بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله البرهان في السودان بيفجر مفاجئة بيتهم الأمم المتحدة لكنه حصر الاتهام في شخصية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان واسمه فولكر بريتس واتهموا أنه هو اللي شجع حمدتي وهو اللي أغرى حمدتي بأنه هو يتمرض على الجيش السوداني وبعد ذلك طلب من الأمم المتحدة أو من الأمين العام بتاعها قال له لازم تغير فولكر بريتس فالبرهان يقول للأمين العام للأمم المتحدة يقول حرصا على علاقة المنظمة الدولية بالسودان يجب عليك للأمين يعني العام للأمم المتحدة بيقول له يجب عليك أنك أنت تستبدل فولكر بريتس هذا وتمشي من هنا وتجيب واحد تاني غيره وبالفعل الرجل دامشي القضية دي بتطرح لك أو بتوضح لك أن هناك لعب كثير في الداخل وأن هذه المؤامرة في الحقيقة هي مؤامرة غربية صهيونية وهدفها الأساسي هو إشعال الحرب الأهلية في السودان وبعد ذلك تقسيم السودان أكثر مما هو مقسم يا أبو الأبطال الوقت أعتقد الرؤية وضحت كمان البرهان بيقول أنهم أمسكوا محاولات لإمداد حمدتي بالسلاح والمؤنى وأمسكوا هذه الأمور قادمة من دولة عربية طبعا ما فيش حد هيقدر يعمل حكاية دي إلا يا مصر السيسي يا إما الإمارات اللي هي وكر المخابرات وأنا أعتقد الأقرب للموضوع هي الإمارات البرهان تكلم بكل صراحة وقال للأمين العام بتاع الأمم المتحدة قال له لو لا أن بريتس هذا هو الذي شجع حمدتي هو وأطراف دولية تانية بس خد بالك أنه البرهان ما كشفش غير عن فولكر بريتس يبدو أنه هو مش ماسك حاجة قانونية إلا على هذا الشخص يعني مش ماسك دليل قطعي إلا على هذا الشخص قال له أنهما الأطراف دي هم السبب ولولا أنهما شجعوا حمدتي ووعدوه وبعد ذلك غروه وغشوه قال له لو لا هذه الأمور ما كان لحمدتي أن يتمرد أبدا ودي طبعا مسألة طبيعية لأنه ممكن حمدتي تحت ضغوط كل أحمق مطاع تحت الوعود الدولية والأمور دي يبقى قدامه أن يختار بين الأسوأ والأسوأ منه الأسوأ أنه هو يتمرد على الجيش السوداني والأسوأ منه أنه هو ما يتمردش على الجيش السوداني طبعا المسألة الخيوط الوقت عملت تتضح كل شوية وكل فترة نعرف يعني إيه هو الجديد في الموضوع ده وشكلها يا أبو الأبطال أنه يعني الجيش السوداني قد يحسم المعركة خلال الأسبوع القليلة القادمة إن شاء الله رب العالمين وتستقر السودان واضح أن الغرب كان عايز يمزق السودان من نحية دية بسبب أن السودان علاقته قوية بالروس فحب أنه هو يمزقهم عن طريق الجبهة الداخلية الجبهة الداخلية دي طبعا فيها حمدتي لا جيف النص والقبائل اللي هم بيثقوا فيه حمدتي على طرف والجيش السوداني على الطرف الثاني الموضوع أكثر تعقيدا من كده إن شاء الله أبقى أعمل حلقة موسعة عن السودان عشان نعرف الأحوال بالظبط وإن شاء الله ربك يتلبر الأمر والسلام عليكم اشتركوا في القناة